اخوان انا هحكي لكم لهذا الطقس نقلا عن الشيخ بس انا خايف الاستاذ الروماني يتخض من جو الرعب اللي هقوله تخايفش استاذ الروماني هي تقوص طبعا ما انزل الله بها من سلطان اصلاهم بيعتبرونا بقى احنا اهل جاهلية فخلينا بقى نشوف اهل الصلاح احنا بيعتبرونا اهل الجاهلية عشان ما بنعملش اللي يحكيه الشيخ ده معايا استاذ الروماني بيقول ايه بقى البيع الباطنية السرية لمرشد جماعة لمرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين ده العنوان قال محمود الصباق العضو القيادي في التنظيم الخاص لجماعة الاخوان المسلمين شاهدا على البيع الاخوانية للمرشد العام كانت البيعة تتم بحي الصليبية حيث يدعى العضو المرشح للبيعة ومعه المسؤول عن تكوينه والاخ عبد الرحمن السندي المسؤول عن تكوين الجيش الاسلامي داخل الجماعة وبعد استراحة في حجرة الاستقبال يدخل ثلاثتهم الى حجرة البيعة موسيقى تصورية يعني بليز استاذ روماني فيجدونها مطفقة الانوار ايه جوه الرعب ده ويجلسون على بساط في مواجهة اخ في الاسلام مغطى الجسد تماما مغطى وشه وبتاعه من قمة رأسه الى اخمس قدميه ايه جوه افلام الرعب ده طبعا نعود قدام واحد متغطي في قضى ضلمة ليه برداء ابيض ملايكة بقى يخرج من جانبه يدا منتدتان على منضضة منخفضة حطت ايده على الطبلية يعني عليها مصحف شريف ولا يمكن للقادم الجديد مهما امعن النظر في من يجلس في مواجهته ان يخمن باي صورة من صورة التخوين من عاسى ان يكون هذا الاخ يعني جيبوا حد ويدخلوه قده ضلمة يقعد يلاقي واحد مغط وشه ولابي صبيض فبيض قدامهم طبلية حطت اديعة طبلية في مصحف وتبدأ البيعة بان يقوم الاخ الجالس في المواجهة ليتلقاها نيابة عن المرشد العام اه يعني الاخ اللي هو مغط وشه ده عشان ما بيكشفش على رجالة بيتلقى البيعة من الزبون الجديد اللي داخل مع المسؤول بتاعه اللي برمجه وجهزه ولعب في دماغه المرحلة اللي هما بيسميها مرحلة التجنيد يعني اللي بيسميها الدعوة الفردية تمام ويجيب الزبون بعد ما يستوي عشان يدي البيعة للمرشد العام ثم يخرج يخرج من جانبه مسدس تان تان تا ثم يطلب من المبايع ان يتحسسه يتحسس المسدس ايه الكلام ده وان يتحسس المصحف الشريف الذي يبايع عليه لحوله يا خلال الله ثم يقول له فان خنت العهد اوقف شاية السر يؤدي ذلك الى اخلاء سبيل الجماعة منك والكلام اليك يا جارة وفهم ياللي بتفهم ويكون مأواك جهنم وبئس المصير فاذا قبل العضو بذلك كن لفة باداء القسم والتعهد بالسامع والطاع يعني سيبك من انه بيحسس على المسدس وشعب يحسس ليه في الضلمة يعني الفكرة نفسها لكن ايه جاو الرعب ده ما يمكن ده يفسر يعني ما زعمته سارة محمد علي من قيامهم باستحلال دم باباها القيادة بجامعتهم ده ممكن بالنسبة لهم ده بقى مستحل دمه لانه خالف بيات السامع والطاع واكيد مصيره جهنم من وجهة نظره بيحكمه بجهنم جهنم وبئس المصير بس انا عايز اقول ان هذا الطقس بعتبرنا احنا بقى اهل جاهلية احنا بتعج جاهلية وزيد روماني صح احنا بتعج جاهلية بس انا بنخشش قضى ضلمة ونقعد مع واحد قدام واحد مغطي وشه من فوق حتى اخه مستخدمي وقل لنا حسسه طلع مسدس منجيبه عشان نحسس في الضلمة يعني انا مش فاهم هنحسس على المسدس في الضلمة دي ليه يعني محتاج حنان المسدس يعني انا مش فاهم ومش عايز اكتر في المرحلة دي اكتر من كده لاني شوف عبادي بقول عليه احنا اه كلام سيد قط بصح احنا قوم جاهلية طيب اي من عزم كان فصرها لي على تويتر ان احنا قوم جاهلية عشان مش فرقبتنا باية مرشد طبعا عشان ابيع مرشد اروح القضة الضلمة وحسس يرديد كده سيد روماني يا اما توبقى اهل جاهلية ينفع كده طيب